وينضم إلينا عبر سكايب مدير منظمة FD الدولية الحقوق الإنسانة سيد عبد المجيد مراري سيد عبد المجيد أهلا بك كيف تابعت ما ذكرته منظمة العفوة الدولية حول استخدام السيسي أسلحة فرنسية في قمع المعارضة كانت مواردة للجيش فقط للاستخدام في سيناء أو لما يسمى بالحرب على الإرهاب نعم مرحبا بك ومستمعي قناة مكاملين وضع هذا التقرير الذي صدر منظمة العفوة الدولية هو توتيق لهذه العملية والاستعمال السلطات المصرية للأسلحة الفرنسية وإلا فهو كما تعلمون وتعرفون ويعرف العالم بأن مصر هي من أكبر زبائن فرنسا في الأسلحة أو لعله لم يسبق أن وقعت فرنسا صفقة كصفقة الرافال لم يسبق أن وقعتها مع دولة أخرى فبالتالي نحن أمامه سوف لا أنه مصر بقدر ما أنهون السلطات الفرنسية السلطات دولة فرنسا دولة القيم دولة حقوق الإنسان دولة الديمقراطية دولة الإنسان قيم الإنسانية والكونية والتي وللأسف شديد تعي جيدا بأن هذه الأسلحة لا تستعمل لحماية المواطن المصري تعي جيدا بأن هذه الأسلحة تستعمل لقمعه ولقتله وتقتيل المواطن المصري هي وعد ذلك وتعي ما وقع بهذه الأسلحة التي استعملت المضرعات الفرنسية التي استعملت في فضي رابعة وفي فضي أكنا أخرى هي التي قتلت الآلاف من المصريين بأسلحة فرنسية بقناب المسيرة للدموع الفرنسية التي استعملت نعم سيد عبد المجيد إذا كان الجانب الفرنسي أقر بعدم علمه باستخدام الأسلحة في قتل المعارضة أو تفريق المظاهرات أو غير ذلك لماذا لم يحتج على ذلك حتى الآن لا لا سيدي للتصحيح أعتقد في بداية هذه السنة في 2018 وفي شهر 2 من فبريق توجهت عدد من المنظمات الحقوقية بشكوى إلى المدعي العام الفرنسي إلى المدعي العام الفرنسي بأن هناك شكوتين شكايتين تم إدخالهما إلى المدعي العام الأولى تتعلق ببيع تكنولوجيا التجسس للسلطات المصرية من قلال شركتين فرنسيتين والتانية كذلك فيما يتعلق ببيع أسلحة متطورة من قبل شركات لماذا؟ لأن الدولة الفرنسية لا تبيع هذه الأسلحة لكن تبيعها عبر شركات فتم إدخال هذه الدعوة إلى المدعي العام لفرنسا وفتح المدعي العام تحقيقا في الموضوع واستمع إلى المدرع العام لتلك الشركات كانت هناك قطوات حقوقية كما تم التوجه إلى البرلمان الأوروبي كما تم التوجه إلى المفوذية الأوروبية لحق الإنسان وتم استصدار توسيات من البرلمان الأوروبي بعدم تزويد مصر بالأسلحة وبتكنولوجيا التجسس لأنها لا تحترم التزامتها بمجال حقوق الإنسان ونعي جيدا متعلمون بأنه من شروط استكمال العقود الأوروبية هناك شرط وأنا أقول أنه شرط صحة في العقود جميع عقود جميع السفقات فيها شرط أهم شرط في هذه السفقات هو أن تحترم مصر أن تحترم مصر التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فبالتالي هذا الشرط ينتفي فجميع هذه السفقات المفروض فيها أن تسقط نعم في إطار الحديث عن إخلال هذا الشرط وغيرهم من الشروط الخاصة بحقوق الإنسان السيسي أقرأ اليوم تمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة إلى أي حد تستخدم الطوارئ للتغطية على المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر نعم نحن في تعريفنا لحالة الطوارئ دائما نعرفها ونقول بأنه أننا نخرج من دولة القانون إلى دولة القانون في حالة الطوارئ هذا التعريف الذي أعطيناه هنا في فرنسا عندما أعلنت حكومة فرنسا يعني حالة الطوارئ وعطينا هذا التعريف وقول بأننا نحن الآن سنخرج من دولة القانون إلى دولة القانون فهذا في فرنسا وأنا شخصيا تقدمت بتصريحات فيما يخص حالة الطوارئ هنا في فرنسا وعرفت هذا التعريف وهنا في فرنسا فما بالك في مصر مصر التي البعد بعد السماء عن الأرض فيما يجال احترام حق الإنسان فهذا من سبيع المستحيلات أن تحسنم تزامتها على حول فرنسا سيد عبد المجيد النظام المصري دائما ما يبرر لي فرض حالة الطوارئ أو تمديد حالة الطوارئ بأنها مستخدمة في كل دول العالم واستشهد بالوضع الفرنسي وغيره من الأوضاع على مستوى العالم نعم لكن فرنسا كما تعلمون هناك آلية أوروبية لمراقبة الدول الأوروبية مدى احترامها إنما تعلين حالة الطوارئ هناك آلية تتذكرون معي أن فرنسا عندما أقدمت على إعلان حالة الطوارئ جمدت توقيعها الاتفاقية الأوروبية حتى لا تحسن بها وكذلك فهذا ليس الحال في مصر مصر الحالة الطوارئ عندها الهدف منها ليس هو الهدف فرنسي الهدف في فرنسا هو استثباب الأمن أما الهدف في مصر فهو المزيد من القمح مزيد من التقتل مزيد من التبرير إعطاء غطاء قانوني دستوري رغم أن هذا الإعنان كما قلتم هو غير دستوري الدستور المصري هو واضح في هذه المصر هذا التبكيد يكون في عدد معين هذا الآن تزاوج كل حد مصر هي في طوارئ هي في طوارئ سواء كانت بلا طوارئ أو طوارئ فهو الرجل ينفذ قانون خاص ليس هنا قانون خاص أخيرا في إطار هذه القضية المتعلقة بتوريد أسلحة فرنسية إلى مصر واستخدام ذلك في قمع المظاهرات والمعارضة من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن استغلال ذلك أو هذه الواقعة في الدعوة إلى منع توريد الأسلحة لنظام السيسي نعم في الأيام القادمة نحن متوجهون إلى البرلمة الأوروبية متوجهون إلى المفويدة الأوروبية في مجال آخر يعني في مجال أحكام الإعداء ومتوجهون بنداء إلى ذلك ونحن معتمدون في ذلك على اتفاقيات التي أبرمتها برنساو أبرمتها العديد من الدول الأوروبية مع دول أوروبية وسنستشهد في ذلك بفصول بعينها في هذه الاتفاقات التي تسقط قانونية هذه الاتفاقات وتسقطها بحكم القانون لأن هناك شرط كما قلت في البداية وشرط صحة ينتفي وأحكام الإعداء هي منافية مع مبادئ الأوروبية أوروبا لا تعترف بعقوبة الإعداء وتوقع صفقات مع دولة تنتهك حق من حقوق الإنسان حق أساسي من حق الإنسان هو الحق في الحياة ولا زالت تطبق عقوبة الإعداء وتطبقها خارج إطار القانون حتى الإعداء الذي يتم بوفق أحكام قضائية تتم وفق أحكام أو قرارات إدارية فاقدة لكل أساس قانوني ولكل شرعية ومبنية على تهم باطلة وعلى محاضر شرطة ملفقة مدير منظمة فديا الدولية الحقوق الإنسان بفرنسا الأستاذ عبد المجيد مراري شكرا جزيلا لك